اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الاسلام تحت المجهر الحقيقة النهاردة الحلقة عبارة عن ايات من القرآن هنشوف المفسرين بيلبوا الكلمات لحاجة مختلفة تماما العكس شغلين ايه عاكس ومعكوس يعني أهلا بك يا مارين أهلا بك يا فرحة النهاردة الحلقة عن وانها الألفاظ المتضادة في القرآن الألفاظ المتضادة في القرآن يعني ان احنا بنقرأ حاجة لكن المعنى حاجة تانية خالص المفسرين بيقولوها بمعنى تانية ده معنى انهم يعني ممكن يكونوا متضايقين من اللفظ نفسه فيعملوله بمعنى تاني هل معنى كده ربنا مش عارف يعبر عن عن نفسه الكلمات بوضوح فالمفسر بيوضحها للناس يعني بيوضحها كمان بمعنى عكسي بطريقة مش كويسة مش كويسة على فكرة طيب خلينا نشوف في صورة الزخرة فوحة 80 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن يقولو كده يا محمد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ابني كسير قال إيه؟ قال بعض المفسرين في قوله فأنا أول العابدين يعني أول الجهدين أول الأنفين أول الأنفين يبقى كده قال بعض المفسرين في قوله فأنا أول العابدين أي الأنفين ومنهم سفيان الثوري والبخاري فقال ويقال أول العابدين يعني جاحدين هل يا مارينة العابد هو الجهد ولا دي هنا بصي بلما هو بيقول إن كان للرحمن ولد يعني لو ربنا عند ولد أنا أول واحد عبوده يعني يخليك يتفكري أه صحيح طب أنا أنا مالي ربنا عند ولد ولا بحضpow اللي يقوله ليه أعمله فقالك طب احنا تعالي نخلي المسلم يفكر أنا أول العابدين يعني لا أنا أول الجهدين الجهدين طب انت مالك أصلا لو الله عند ولد ولك أعبد الله بولده عنده عيلة طيب انت تعجحتها ليه وتقنف منها ليه يعني مش فاهمة بالزبط يعني هو يقول اول العابدين والمفسر يقول لك لا انا اول الجحدين انا اول الانفين نعم هل العابد جحد؟ بالزبط معنى العكس على طول عكس العابد يقنف بالزبط كده تعالي نشوف آية كمان بتقول في صورة الرعد 31 بتقول ايه بتقول كده ولو ان قرآنا سيرت به الجبل الاخر كان بيقول لك ايه هل ده كده منطقيا يعني اللذين امنوا جالهم يأس ان لو يشاء الله لهذا الناس جميعا هل اللذين امنوا جالهم يأس ان الله يهدي الناس اختلق ما ينفعش اللي اتنين مع بعض واحد مؤمن يأس هالمؤمن يلي يأس تفسير الكورتو بيقول لك ايه وقرأ علي وابن عباس افلم يتبين طبعا لان القرآن كان بدون تشكيل بطنك بالزبط كده فكله عند ايه العرب صابون يأس يتبين يعني نكتب اللي احنا عايزين نحط نقاط زي ما احنا عايزين نقرأ علي وابن عباس افلم يتبين الذين امنوا من البيان وقال الكشيري وقيل لابن عباس المكتوب افلم يأس قال اظن الكاتب كتبه وهو ايه نعيز يعني الكاتب كان ايه بيه يجي كده يتبين يأس يلا انا اعمل هي قال ابو بكر الانباري ورواعا يكرم عن ابن نجيح انه قرأ فلم يتبين الذين امنوا فمنطقيا يأس ايه يأس غلط فهم عكس اليأس التبين او اليقين يعني يتبين فهي المفروض ايه يتبين الكاتب كان نعسان طيب صلحوها ده يصلحوها ايه الحبر غالي اه كم شوفي الاستهانة يا مارينا بكتابة الكرآن يعني انتو عارفين انها مكتوبة غلط ما تصلوحوها والكاتب كان نعسان ما فياش حاجة انها تصلاح محدش ايقول لكم انتو صلحوها ما انتو معاكم الدليل انها مكتوبة غلط بالظر ان شاءقول لك حرفته يعني بالظبط طب تعالي نشوف في صلط البقرة 46 الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه رجعون بآية البقرة 46 الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم اولا الذين يظنون يعني انتي مثلا فرحة وانتي مساحية كده انا اظن ان انا هلاقي ربنا يعني وتقابل مع ربنا في حد يقول كده مش مؤمن يبقى مش مؤمن أنا متأكد صح ده الإيمان صح لكن إيه اللذين يظنون إنهم ملاق ربهم دي لما نشوف التفسير بقى عن أبي العالية في قوله يظنون إنهم ملاق ربهم قال إن الظن هنا يقين الظن يقين سبحان الله قال إن الظن هنا هل إحنا خدنا وإحنا نسوها يارين مراد في كلمة الظن أول يقين ولا العكس لا لا طبعا الظن مش هو اليقين أبدا عكس الظن الظن اليقين الظن غير اليقين تماما يعني فجاء عن جابر يعني المقدمات دي كتير عن مجاهد قال كل ظن في القرى بص بقى كل ظن يقين بالعافية أه هو كده بالعافية أني ظننت وظنه يعني إني طيقنت وطيقنت آه إني طيقنت وطيقنه بالعافية ده مين ده مجاهد وعن مجاهد قال كل ظن في القرآن هو علم يا السلام الله أكبر كل ظن في القرآن هو علم عن السدية لذين يظنون إنهم ملاقون ربهم أما يظنون فياسة فياسة يا القانون لا نعم يعني بقعد يلويها نعم يعني معقولة مارينة يعني إيه يظلون يعني حياتي يا القانون طيب ويعني ربنا مش عارف يكتب اللذين يطنق قانون يطنق ما تكتب كويس يعني منت إله يعني وبيكمل بيقول إيه وظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين يعني مش واحد إيه شاز هو مش شاز جنسيا شاز قول شاز يعني إنه معناها يقين لا بيقولك في قول الجمهور بمعنى اليقين فلا يذهب وهم عائل ودبال وهم فرح ومارينة إلى أن الله تعالى يمضح قوما بشك في لقاءه أوع 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 وشك دي ليه نحن هو فرح ومارينة يعمله برنافق فلا يذهب وهم عاقل إلى أن تعالى يمضح قوما بشك في لقاءه لا لا حشا لله ده هو بيقولهم الظن ده يعني يقين أوكي ماذا لو طارد ظن يعني يقين عنزل أو لو طارد آه آه طيب خلينا نشوف مثل كمان لأن إحنا معنا أمثلة كتير في سورة طه 15 بتقول إن الساعة أتايا أكاد أخفيها أتايا أكاد أخفيها يعني الله بيقول إن الساعة أتايا أكاد أكاد أخفيها يعني أنت أنا مش فاهمة أنت عايزة تقول إيه طيب مبسل يقول إيه تفسير التباريب آه بيقول كده عن قتادة قال في بعض الحروف إن الساعة أتايا أكاد أخفيها من نفسي يعني مش فاهمة يا فرحة هيخفيها على يعني الله بذات نفسه هيخفيها من نفسه آه علشان ما يشوفش نفسه وهو وقال آخرون إنما هي أكاد أخفيها بفتح الألف من أخفيها بمعنى أظهرها أكاد أظهرها أخفيها يعني أظهرها طب أنا برضو متوقفة على أخفيها من نفسي دي آه لا وأخفيها من نفسي ما هو عايز يزوده أي حاجة كده خلينا أن أيوة برضو أنا عايزة فاهمة معنى مش عارف أساني ساعات بعمل الحركة دي ساعة تنسي لا ساعات بخب الحاجة وتنسيها لا أخفيها يعني كده علشان مشوفهاش وخصوصا لأكل وأروحها كلها آه آه فأخفيها من نفسي هل الله بي أخفي حاجة من نفسك قالك الإخفاء يعني أظهرها أخفيها أظهرها العكس آه وأكاد أظهرها آه ولا دي نفع ولا دي نفع مش حاجة أسمها أكاد يعني هتعمل إيه يعني أيوة ناوي ولا مش ناوي أكاد آه يعني أكاد حاجة مش متأكد أخفيها طب وهي النقطة هل أخفيها زي أظهرها لا من العكس خالص أنا أخفي هذا القلب لا هو بيقول أكاد آه ماشي أنت ماسكة في أكاد أيوة وأخفيها هل أخفيها هل أخفيها يعني أظهرها أبرينا لا لا طيب خليني أروح صورة يوسف 8 تفسير ابن كسير إن أبانا لفي ضلال مبين يعنونا في تقدمها علينا تقديمهم علينا يعني أولاد يعقوب بيقولوا أبونا في ضلال مبين يا جماعة فقال لك يا أم بس عشان هم يقصدوا إن بابا بيقدم إخوات يوسف وأخوه علينا ومحبته إياهما أكثر مننا يعني الضلال معنى المحبة حاجة غريبة يعني أولاد يوسف أولاد يعقوب بيجتموا بيجتموا أبوهم أولاد يعقوب بيقول إن أبانا لفي ضلال يعني ضلال مبين واضح ضلال يا جماعة هل الضلال لها أي معنى آخر غير الضلال هل معناها محباته أكثر من أخويا لو فيه أب بيحب ولد أكثر من التاني نقول عليه هذا الأبو ضل ولا الضلين طبعا شي تيمة واضحة ليعقوب أه حب المفسرين إيه؟ يخفوها آه يكاد يخفوها نا يكاد يخفوها نا يكاد يخفوها إحنا كشفنا يا حبينا المجهر عدسة أي العدسة بنبصك على كل حاجة فقالك ضلال يعني محبة محبته له أه حاجة غريبة تعالي نشوف بقى إيه أكثر لا والمهم يقولك أنت عندكم بتشتموا الأنبياء وتقول للأنبياء أهو شتيمة هي شتيمة واضحة صريحة ضلال زي اللي أولى الضلين اللي أولى الضلين موبين صورة البقرة التسعة وستين لما الله كلموسها وكانوا بيجيبوا بقرة وقالوا لدينا مواصفاتها وبتاعة فبيقول إيه؟ قل ادعي لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فقع لونها تسر نظرين يعني شوفها واو صفراء فقع لونها يعني اللون إيه فرحة لون فسفوري سلامة طلع لكم اللون لا برتقاني جامد صفراء فقع لونها هو قال صفراء اللارنجا الفسفوري كده أصفر لون اللمون يا مام برتقاني فقع أو صفراء فقع لونها اللمون أيوة لون اللمون كده جميل كده الفقع كده في بقرة كده أصلي في بقرة صفراء فقع لونها وبعدين تشوفها تقول واو اللون جميل تسرر النظرين اه لونها جميل تسرر النظرين فالمفسر طبعا قاعدوا يلفوا يدروا وش عارفة إيه وبتاع قالك إيه نجيبها إزاي دي قالك قال بعضهم معناه سوداء شديد السود بقى الأصفر هو الله يقول أصفر ونقول له لا يا سودة يعني الله غلط أصلي في إهلم فيه بقر لونه أسود ده حقيقي أه أسود آه ده حقيقي فالله اللي هو خالق المفروض موش عارف إني فيه بقر اللونه أسود واللونه بني فيقول صفراء فقع لونها فقع لونها طبعا المفسر هو بيحاول يشوف حل لله اه صح ولا لا مفيش حاجة فقع لونها يعني الفقع ده يعني بيبرق فيه بقرة صفراء أصلا؟ فيه بقرة صفراء؟ لا ويقول له فقع لونها؟ كمان يعني زودها طينا فالمفسر قال لك السودة شديدة السواد يعني شوف العكس على طول بالظبط كده طب بص يا في سورة صاد 32 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى طوارد بالحجاب ده مين؟ على مين؟ على سليمان جينا في الطبري أحببت حب الخير يبقى مين سليمان بيقول فقال إني أحببت حب الخير ويعني بقوله فقال إني أحببت حب الخير أي المال والخير بقى سليمان حب حب الخير ده سليمان أول طلبة ليه كان الطلب إيه؟ قال له أطلب ربنا قال له أطلب حكمه قال له أنا عايز الحكمة قال له خلاص هديك الحكمة وكل حاجة هنا هيقول لك أحببت حب الخير قال له أي المال والخير فيه حقيقة فيه نقطة هي طبعا مكتوبة غلط طبعا فهل في واحد يحب الخير بمعنى الخير يعمل الخير أكتر من الله؟ كلم له شو معنى؟ يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي خير يعني أنا بحب أعمل خير أكتر من أن أذكر ربنا غير منطقية فهي مكتوبة غلط هيك فقال إني أحببت حب الخير لا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي سليمان هيقول كده؟ لكن هي الأوقع الخيل باللام الحسنة يعني عن ذكر ربي حتى بعد كده يقول سيكونها وكده اللي بعدها وكده أيوة ما عليش فاهماني أكتر فاهماني أكتر يا مارينة هنا الآية مكتوبة غلط فالمفسرين المفسرين عملوها المل والخيل أيوة أنا مش ماسكفة كده أنا ماسكفة عن ذكر لا إحنا موضوعنا عن الكلمات المتضادة منا فاهمة بس فيماين الله إحنا موضوع الحلقة الكلمات المتضادة تطلعيش عن النص بقوش الإيماني يقول كده خارج تخرجي عن النص ماشي ماشي خلاص يلا تفضلي عشان ما نخلق أيوة إحنا طبعا عارفين من كل ده كلام ما حصلش لكن أحباب تحب الخير عن ذكر ربي غير منطقية خالص ملاق دي اللي بنقولها إزاي سليماني يقولك كلمتين دولة صح عندك لكن هو الخير هنا مكتوبة غلط مكتوبة غلط اللي هو عنوان الحلقة أيوة فهم الخير ما هوش الخيل والمال صح هي المفروض كده فرحوا عملوا الخير عشان يعدلوا على الله هنا الخيل ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف أنت عربي وبعدين هي الخيل المفروض الكتب خيل لأن الآية اللي بعدها بتكلم عن سقان الخير وطورت بالهجاب طيب صورة النساء ثلاثة في تفسير كورتوبة عشان الوقت خلاص يعني بيخد صدر صورة النساء بتقول إيه وأن خفتم الله تقصده في اليتامة فإن كحوا ما طبق لكم النساء طبعا كلنا عارفين الآية يعني فبيقول قال ابن عباس وابن جبير وغيرهم هو المعنى إن خفتم الله تقصده في اليتامة فكذلك خافوا في النساء لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامة ولا يتحرجونه في النساء وخفتم كلمة خفتم بقى هل خفتم معناها خفتم؟ قالك دي من الأضاد يعني كلمات العكسية العكسية فإنه يكون من المخف منه معلوم الوقوع وقد يكون مظنوناً ولذلك اختلف العلماء كلهم كالعادة يختلفوا في تفسير هذا الخوف فقال أبو عبيدة خفتم بمعنى آيقانتم الخف يعني اليقين فإن آيقيتم يعني هيا مفروض إيه الآية بتقول إن خفتم ألا تقصده إن آيقانتم ألا تقصده طبعا ما تكتب آيقانتم العكس يعني كلمة متضادة جاء وقال أخارون خفتم زنانتم الخف هو الزم آه كما تكتب الكلام بالمعنى البتهاء الحقيقي بدلا ما المفسر بيعدل على الله ونحقول للمسلمين دلوقت قول ونحقول للمسلمين حطوا تحت المجهر حطوا الكلام ده تحت المجهر حتلاقي إن الكلام حتى المفسرين بيرقعوا وراء الله وبيحطوا كلمات مختلفة على اللي قالها الله اللي هو تقريبا ما بيعرفش اللغة العربية نشكركم ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة